اشتركوا في القناة ويانا أيضا لعدة أيام في فرص لأمطار خلال الأيام القادمة الفرص هذه ضعيفة ولكنها موجودة درجة الحرارة حاليا 29 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا الرطوبة النسبية 25% وهي أعلى من ذلك على المناطق الساعلية بفعل استمرار الهواء الكوس أما الرؤية الفقية فهي ممتازة أكثر من 12 كيلومتر صور الأقمار الصناعية تبين عبور السحب اللي راح يستمر ويانا لعدة أيام أجوانا غائمة جزئيا بعض الشيء على بعض المناطق الوضعية هذه راح تستمر لعدة أيام تداد تأثير منخفض جوي وهو اللي متسبب في هذه الوضعية حتى نهاية اليوم الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية أجواء معتدلة نسبيا تميل للحرارة قليلا عبور السحب راح يستمر ويانا درجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية في أغلب المناطق والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم الوضعية هذه راح تستمر ويانا حتى يوم الغد منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة درجات الحرارة تتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية مع عبور لبعض السحب بين الحين والآخر والرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال فترة النهار وأيضا حول هذه المعدلات خلال فترة المساء راح تكون من 8 إلى تقريبا 35 كيلومتر في الساعة والبحر خفيف إلى معتدل الموج أجواء حارة على أغلب المناطق أقل درجات الحرارة راح تكون في المناطق الساحلية والجزر راح تتراوح ما بين 30 تقريبا إلى 31 درجة مئوية في بعض الجزر وأيضا على السواحر راح تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية خلال المساء أيضا الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة جنوبية شرقية في أغلب الوقت مع عبور لبعض السحب وأجواء حارة نسبيا إلى معتدلة والبحر خفيف إلى معتدل الموج الفترة هذه من فترات الفساد المد الأول بدنا الله الساعة 9 و37 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 9 و27 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 3 و8 دقائق صباحا والجزر الثاني ساعة 3 و46 دقيقة العصر البحر ارتفع راح يكون من 1 إلى 4 قدم فترة هذه من فترات الفساد فالبحر إن شاء الله راح يكون خفيف إلى معتدل وضعية هذه راح تستمر ويعن العدة أيام بفعل تراجع سرعة الرياح إذن الفير ساعة ثلاث واربع وعشرين والشرق الساعة أربع وخمسين دقيقة والمغرب الساعة ست وخمس وثلاثين دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة عبور السحب راح يستمر ويانه لعدة أيام الرياح خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه عام متقلبة الاتجاه إلى كوس الوضعية هذه راح تستمر حتى يوم الجمعة بعد ذلك الرياح راح تبدأ تدريجيا تتحول إلى شمالية غربية أجواء حارة خلال فترة الظهيرة تتجاوز فيها درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية وأجواء معتدلة تميل للحرارة قليلا خلال المساء باشر بدنا للهواء كوس من ثمان إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه عام عبور لبعض السحب الثين واربعين العظمى وصغر أربع وعشرين درجة مئوية ترتفع درجة الحرارة أكثر في يوم الثلاثة مع عبور لبعض السحب في فرص لأمطار متفرقة خفيفة الفرص موجودة وإن كانت ضعيفة لكنها موجودة 43 العظمى وصغر 25 درجة مئوية والرياح خفيفة إلى معتدلة من 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة وأيضا من ثمان إلى ثلاثين متقلبة الاتجاه إلى كوس مع عبور لبعض السحب فرص لأمطار أيضا خفيفة لكن هذه الفرص ضعيفة موجودة لكنها ضعيفة في يوم الأربع أيضا أربعين العظمى وصغر 26 ومن ثمان إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الجنوبية الشرقية يوم الخميس أيضا الرياح رح تكون خفيفة إلى معتدلة كوس إلى متقلبة الاتجاه من ثمان إلى خمسة وثلاثين كيلومتر في الساعة 42 العظمى والصغر 27 درجة مئوية 43 في يوم الجمعة بذن الله وتدريجيا الرياح رح تتحول إلى شمالية غربية 26 الصغرى والرياح خفيفة إلى معتدلة من ثمان إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة أجزاء المشاهدين أجواء الحارة رح تستمر ويانا وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مستمر وهذا طبيعي خلال هذه الفترة أجواء معتدلة تميل الحرارة قليلا وتدريجيا خلال المساء خلال الأيام القادمة أبور السحب رح يستمر وفرص لأمطار لكن هذه الفرص ضعيفة ولكنها موجودة خلال الأيام القادمة على بعض المناطق نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر